لو السادات كان موجود وسطينها دلوقتي ما كانش هيتأخر لحظة في أنه ينفذ التحذير اللي راعب بي إثيوبيا وخلها ما تقدرش تعمل اللي بتفكر فيه بقالها سنين وللأ ما كلمته واللي عمل وقتها كان خط أحمر ليهم فيطرق إيه اللي السادات عملوا مع إثيوبيا وهل الكلام ده حصل فعلا؟ وهل تقدر مصر تكرر نفس الموضوع تاني؟ كل دو أكتر هنعرفه في التقرير ده من خمسة بالعربي بمجرد ما حس إنهم هيعملوا الساد راح وسألهم أنتوا بتبنوا ساد على النيل فعلا؟ قالوا له لأ ما حصلش الكلام ده رغم إنهم كانوا بيبنوا ساد بشكل سري لكن لما عرف إنهم بيبنوا فعلا وكتبوا عليه راح بعد طيارة قصفت الساد بتاعهم ودمرته فهم راحوا يشتكون لمجلس الأمن وقتها بإنه اعتد عليهم ودمر الساد بتاعهم فرد عليهم وقتها وقال هو مش أنتوا قلتوا إنكم ما بتبنوش ساد ولا حاجة على النيل يبقى تقصف إزاي؟ وهو مش موجود أصلا زي ما بتقوله دي ملخص الحكاية اللي كتير من المصريين تدولوها على مدار السنين عن اللي عملوا رئيس الراحل محمد أنور السادات مع إثيوبيا لما فكرت تبني ساد على نهر النيل زي ساد النهضة اللي بيبنوه فعلا دلوقتي ورغم إن الحكاية دي كانت مصدر فخر وابتسامات عند كتير من المصريين لكن مع ذلك مفيش أي إثبات تاريخي لها زي ما أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية اللواء ناصر سالم واللي أكد نقصة استهداف السادات لسدود إثيوبيا عارية تماما عن الصحة ومجرد نكت بست كم بيقولها الناس أما سفير مصر الأسبق في إثيوبيا روبير اسكندر فقال إن قديسة بابا طلبت أول قرد علشان تبني أول سد ليها على نهر النيل الأزرق في سنة 1992 يعني بعدما الرئيس أنور السادات كان رحل بـ 11 سنة واتضح كمان إن إثيوبيا ما أعلنتش ولا بدأت فعلا في بناء سد على نهر النيل إلا سنة 2011 وعلشان كده ما حصلش أي استهداف للسد ده من أصل وقتها لكن كتير من الناس طلبوا بالحل العسكري ده مع إثيوبيا بسبب استمرار تعنتها مع مصر في الملف ده واستعدادها للملء الرابع للسد بدون أي اتفاق مع مصر أو السودان أو مراعاة لحقوق البلدين التاريخية في النيل وده اللي خلى كتير من الناس تفتكر التصريحات والمواقف اللي أعلنها الرئيس السادات زمان بخصوص إثيوبيا لما قال بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 79 إن المياه هي القضية الوحيدة اللي ممكن مصر تدخل مواجهة بسببها مع أي دولة كمان السادات كان لي رد حاد جدا ضد إثيوبيا لما حاولت اشتكي مصر لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 79 بعد ما انتشرت أخبار وقتها إن مصر ممكن توصل مياه لسينة وتوديها للي ما يتسموش وده ضمن شروط المعاهدة بيننا وبينهم ورد السادات عليهم بخطاب عنيف وقال لهم إذا حصل وقامت إثيوبيا بأي حاجة تعوق وصول حقنا في المياه فمش هيكون في حل قدام مصر غير القوة فهل يتحقق توقع السادات بعد رحيله بخمسين سنة؟ اشتركوا في القناة